كابتن ساعد سامير مشهور انه بيعمل دايماً مقلب في صحابه؟ حياني جوه التمرين حصل قبل كده انه في مقلب بخلاك وتشده مع بعض؟ اي لعب؟ مش للدرجات دي يعني عز كلها حاجات بتبقى هزر في اطار الحاجات اللطيفة الخفيفة زم انا بقولك بنكسر ملأة او حاجة لكن ان احنا نشد لأ ممكن نشد تاري على بعض بننكش بعض بتاع زي اي شباب يعني لكن ان مقلب وكده لأ طب عمرك شديت مع حد بعيداً عن المقلب جوه الـ او شديت ياسر براهيم على طول بشده ايش معنى؟ ياسر ممكن يكون وقى في يوم ضربك مثلاً مرة واحدة يضغدك بحاجة يلاحة دي ده يقولك بحزر في ياسر عمل لنا مشاكل في موضوع الهزار ده ممكن عوارنا في مرة ان هو بيحزر يعني مين قرب حد ليك؟ في النادي؟ او والله يزميلوا كلهم يعني الحمد لله الواحدة اللطيفة عيسر المشكلة ممكن تبقى بتهيز بتهزر قدامه؟ هو دلوقتي يعني اللي قريب مني على طول معي على طول كريم كريم ندفد ومحمد محمود وكابتن واليد سلمان بقى بقى أنا مع بعض عمري في النادي دلوقتي معظم اللعيبة يعني شناوي أيمن أشرف طاهر يعني معظم اللعيبة قريبين بعض كلنا يعني أولادهم الصغيرين لما بيقول لك البيت وبيعملوا داوشة كده ويجننوك في البيت تبقى عيس تطرودهم بس مكسوب؟ لا لا محب ألحب معهم بالذات أولاد أيمن أشرف لزازي يعني هو بس ابن عجاله كنت عاوزة تطروده بس لكن لكن أولاد أيمن أشرف إيش معنى إلا حصل؟ لا هو كان عمال يهزر عملي داوشة في البيت وقلق وعمال يجري ويخبط فما كنتش متوقع كان أستخالد أنا أول ما شفته كان صغير جدا عنده سنة لما بقى عنده خمس سنين بقى دلوقت أو ست سنين فأغاية قال لي معالش هو أتعبان شوية بس مهايبر شوية قال لي ويوم الجمع بيقوم مهايبر بس فلكن بالعكس بنحب نتجمع مع بعض على طول وبنلعب مع الولاد وكده ولاد أيمن أشرف بنقود نلعب معهم وليد سليمان وولاد شناوي فمعظم هم يعني ترجمة نانسي قنقر